شهد الفريق أول عبد المجيد سقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجية التعبوي التخصصية لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوية ناقش الفريق أول عبد المجيد سقر عددا من المشاركين في أسلوب إدارتهم لمختلف مواقف العمليات مشيدا بإجراءات التخطيط والتنظيم وتنصيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوية وقدرتها على تنفيذ المهام المشتركة وكان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض القرارات وإجراءات تنظيم التعاون المنفذة من مختلف التخصصات